وإذا نحن نتكلم من ناحية علمية هو صحيح أن هناك ارتفاع بنسبة الطلاق في المجتمع السعودي وهذا أنا أرى أنه شيء طبيعي بناء على طبيعة المرحلة التي نمر فيها علميا طيب أنت أتوقع مريتي بقصص كثيرة لحالة الطلاق أو قبل حتى ما يحدث الطلاق وبالتأكيد تكونت لديك خاصة في الفترة الأخيرة أنه هل التغير المجتمع الأخير لم يستوعب حتى الآن في منظومة الأسرة وبالتالي قد أثر في علاقة الزوجين مع بعضهم طبعا أكيد طبعا ظاهرة الطلاق طاهرة أبدية من وجود الإنسانية ووجود الزواج ظاهرة الطلاق موجودة كآخر الحلول ليس ببساطها لا كآخر الحلول أكيد طبعا هي كظاهرة نتكلم ما هو كحل بس أنه بالفترة الأخيرة بالسنوات الأخيرة هو بالفعل يعني نلاحظ أنه فيه تغيرات سريعة بالمجتمع أثرت على بنية الأسرة ووظائف الأسرة وبناء عليه راح تتغير أو صار فيه نقلة نوعية بطبيعة العلاقات بين المرأة والرجل